أعلنت وزارة الداخلية القبضة على خلية إرهابية خططت وشرعت في تنفيذ أعمال إرهابية استهدفت اغتيال شخصيات هامة بالدولة وتنفيذ عملية ضد رتل من آليات الأمن العام بالإضافة إلى مهاجمة عدة أهداف حيوية في البلاد وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى أن التحريات أكدت تجنيد المقبوض عليهم لتنفيذ أعمال إرهابية بتمويل وتخطيط من قبل عناصر بحرينية هاربة وموجودة في إيران بفضل من الله وتوفيقه ويقضته وكفاءة الأجهزة الأمنية تم القبض على خلية إرهابية خططت وشرعت في تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية التي استهدفت اغتيال شخصيات هامة بالدولة وكذلك تنفيذ عملية ضد رتل من آليات الأمن العام القصد منها قتل أكبر عدد ممكن من رجال الأمن بالإضافة إلى مهاجمة عدة أهداف حيوية في البلاد وقد أسفرت أعمال البحث والتحري عن تحديد هوية مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم الإرهابية والقبض عليهم وذلك خلال عمليات أمنية بعدة مناطق في البلاد كما أثبتت التحريات أن هذه المجموعة الإرهابية تعمل تحت إشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب الإرهابيين المدعو مرتضى مجيد السندي والمدعو قاسم عبدالله علي الهاربين والموجودين في إيران والمقبوض عليهم هم أولا المقبوض عليهم الذين تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني إحسين أحمد عبدالله علي علي قاسم أحمد علي حسن المالكي أحمد علي علي الشيخ علي عبد الرسول إبراهيم محمد عبد الحسن علي جعف الرضي عبدالله عبد الرضا علي عبدالله علي أحمد البناء ثانيا المقبوض عليهم الذين تلقوا تدريبات بوسطة أناصر محلية عمار أحمد عبدالله علي أحمد علي حسن إسماعيل إبراهيم أحمد ناصر العريبي أحمد علي مهدي علي حسين ثالثا المقبوض عليهم الذين تلقوا تدريبات عسكرية لدى كتائب حزب الله العراقي حسن علي عبد الجبار حسن أحمد الحمر علي جعفر عبد الله علي أحمد علي ياسر أحمد عبد الله علي أحمد علي أحمد جاسم سعيد مهدي السيد علي محمد عيسى حسن الموسوي ومن بين المضبوطات المحرزة والتي أثبتت تورط المقبوض عليهم في التخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية تلك التي عثر عليها بمنازلهم وعززتها أقوالهم التي أدلوا بها لدى سؤالهم واجتملت على الأسلحة والمتفجرات والقنابل محلية الصنع الجاهزة للاستخدام في الأعمال الإرهابية والمواد التي تدخل في تصنيعها بالإضافة إلى صواعق كهربائية وأسلحة نارية وبيضاء وكميات كبيرة من الهواتف وشرائح الاتصالات والأغراس الصلبة والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة كما تضمنت المضبوطات المحرزة أجهزة الاتصالات التي تم ضبطها وفحصها وعدد السفرات إلى إيران خلال فترات زمنية قصيرة والتي بلغ عددها في السنوات الأخيرة حوالي 66 سفرة تم استغلالها بشكل مركز في التدريب على تنفيذ أعمال إرهابية في البحرين مع إضفاء صبغة دينية على عمليات التجنيد والتحركات التي يقومون بها فضلا عن تجهيز مشاريع تجارية في البحرين تخص بعضا منهم وتوظيفها كواجهة لنشاطهم الإرهابي واستخدام مقراتها لتخزين المتفجرات حيث اجتملت جرائمهم على التخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية وقد دلت التحريات على أن التخطيط لهذه الأعمال الإرهابية شملت جهيز أماكن لتخزين المواد المتفجرة والتدريب على استخدام السلاح والمواد المتفجرة فضلا عن دراسة المواقع المستهدفة ورصدها ميدانيا بعد تحديد الشخصيات المستهدفة ومراقبة تحركاتها وأشارت التحريات إلى تجنيد المقبوض عليهم لتنفيذ أعمال إرهابية بتمويل وتخطيط من قبل عناصر بحرينية هاربة وموجودة في إيران قامت بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني لتدريبهم في معسكرات يشرف عليها حيث اجتملت أعمال التدريب على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات والعبوات بكفة أنواعها والتدريب على اقتحام المباني وحرب المدن وكشفت التحريات عن تورط المقبوض عليهم في ارتكاب جرائم إرهابية ومن بينها التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة بتاريخ السادس والعشرين من شهر فبراير لعام 2017 على شارع الدرة باتجاه الجنوب ونتج عنه إصابة خمسة من رجال الأمن فضلا عن شروعهم في تنفيذ جرائم إرهابية أخرى كما أقر المقبوض عليهم بالتخطيط والتنفيذ لأعمال إرهابية استهدفت بعض كبار المسؤولين ورجال الأمن وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة فيما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية للقبض على بقية العناصر الإرهابية ترجمة نانسي قنقر